وإحنا قرأنا عن الشهيد الأول استفانوس استفانوس كان بيشهد بأقواله وبأفعاله كان مليان بالقوة كان مليان بالحكمة كان مليان بالإيمان كان مليان بالكلمة كان الله يجري على يديه آيات ومعجزات خارقة لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة التي كانت في استفانوس وعندما سرد تاريخ شعب الله في القديم ومعاملات الله لكي يصل إلى لب القصيد وإلى رسالة الجوهرية اللي عاوز يوصلها لرؤساء اليهود حانقوا ويعني كان عندهم حقد وكرهي وقصروا بأسنانهم وأخذوا استفانوس طبعا خارج الأسوار لأن الحاكم في تلك الأيام ما كانش موجود في أورشاليم استغلوا هذه الفرصة أن الحاكم موجود في سوريا أخذوه خارج الأسوار وعادة الرجم يقيد الشخص وراء ظهره ويلقى من سفح يعني طوله حوالي تقريبا طولي على مساحة يعني حوالي يعني إذا أنا ست أقدام 12 قدم يكون العلو يلقى إلى الأرض والأرض عندنا محجرة صخرية وتبتدأ الحجارة تنهال عليه من فوق إلى أسفل حجارة تأتي على رأسه على فمه على جسده وتخيل معي الآلام المبرحة والعذاب الشديد لكن ماذا فعل؟ مكتوب أنه رأى مجد الرب ويسوع المسيح قائم عن يمين الله وهذا اندل على شيء فعلا بدل أن المسيح صاعد إلى السماء وأنه حي في السماء وهو يقتل شو اللي بخلي إنسان بقول أنه شاف يسوع المسيح وعن بيرجم يعني شو عم بحس الحجارة عم تنهال عليه عمل شيء شجاعي جثى على ركبتيه وقبل أن يسلم الروح صرخة يا أبتاه لا تقم لهم هذه الخطيئة ولاحظ أتباع المسيح يتشبهون بالمسيح من قال هذه الكلمات؟ أكيد طبعا صح كلامك المسيح قالها على الصليب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ترجمة نانسي قنقر